اشتركوا في القناة تبارك وسمع فهم وسمع ايه وسمع اجابة وسمع قياد طاع ربنا تبارك وتعالى سجل ذلك في سورة مريم حيث قال سبحانه وتعالى كاف ها يا عين صادق ذكر رحمة ربك عبده زكريا ما لك يا شيء يا زكريا نبي من انبياء الله عليه السلام ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفية نداء خفية حتى الصوت صعب يعني ليه قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقية حتى لما ييجي الواحد يقول ايه انا اشتعل الرأس شيبا لا يريد ان يحدث بها احد ولا يريد ان زوجته تسمع تقول لك خلاص الراجل داع مش كده ولا ايه نعم فان زكريا يتكلم مع الله وكأنه يلاجيه اذ نادى ربه نداء خفية قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقية مش كده ولا ايه ولذلك يقول الحق ايه طب انت عايز ايه زكريا قال واني خفت الموالية من ورائي واني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا شوف الادب بتاع سيدنا زكريا ادب في الدعاء ادب في الدعاء يقول له انا انا مكسر انا تعبان انا كده ومش بس كده ده امرأتي ايه امرأتي عاقر لا تلد طب عوز ايه قال فهب لي من لدنك وليا يريثني ويرث من اهل يعقوب واجعله رب رضيا طب زكريا انت يا زكريا تفهم انك قد بلغت من الكبر ايه يعني خلصة القصة نعم وامرأتك ايضا عاقر لا تلد يبقى كيف تنادي ربك بانه يريثك من ايه ويرث اهل يعقوب غلاما ايه زكيا هذا الدرس قد اخذه من السيدة مريم ام المسيح عليه السلام حينما كان يدخل عليها فقال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغيره حساب فماذا قال هناك دعا زكريا ربط الله طب العنب مش موجود في الايام التي كانت مريم تعيش فيها طب ومش عارف ايه وايه وايه مش موجود ولا موجود في ارضها حتى الله ومش موجود وبعدين وجد ولا يدخل على مريم احد الا زكريا فمن اين اتت هذه الاشياء فقالت مريم له هذا من عند الله واذا كان من عند الله فلا تسأل ليه لانك اذا قلت من عند الله فان العقل ينصرف الى اللا محدود اللا محدود في السمع اللا محدود في البصر اللا محدود في الطاقة اللا محدود في كل شيء وعلى ذلك لما رأى زكريا اللامحدودية أمام مريم بطاقة الله تبارك وتعالى الله قال لك الله طب أنا كدير سن وامرأتي عاخر طب وإيه يعني مش إشكال اللي يجيب الحاجات ديا في غير وقتها ويأتي بها إلى مريم يأتي إلي بولدين والأرض التي أحرث فيها ليست صالحة وأنا أيضا آلة الحرث ليست صالح وإنما أدعو ربي قال هناك دعا زكريا ربه